اشتركوا في القناة لكن السؤال المطروح هل القهوة مفيدة للصحة وما هي الكمية اللازمة أو الكمية التي لا يجب أن يتجاوزها كل هذا سنناقشه اليوم في هذه الحلقة مع الدكتورة سمية بن سليمان أهلا بك دكتورة أهلا شرفتين شكرا بداية دكتورة عطينا نبضي القهوة أولا سنهضر على أنواع القهوة حبوب القهوة تنمو على شجيرات دائمة الخضرة وعندها واحتمار حمراء اللون كان نوعين من هذه الشجيرات كان غوبوستا وكان أغابيكا شجيرات أغابيكا تنمو في هضاب العليا في إتيوبيا تقريبا هذك الهضاب كان العليا بين 800 إلى 2000 متر وخصها واحد الجو راطب بشتعيش هذه الأغابيكا والغوبوستا الغوبوستا هي واحدة شجيرات غوبوست بالفرنسية تعني أنها قوية وصحيحة وبالفعل هذك شجيرات تعيش في ظروف صعبة مثل درجة الحرارة عالية تقدر تلحق حتى 30 درجة وغوبوستا تلغبها بحل الغابيكا في إفريقيا أكثر في الغابات الأنغولية وفي الكود إيوار وتوجد كذلك قهوة الشاكخة اللي كان في البيغو و باناما واحتى هي تنمو في هضابات تقريبا 1500 متر وهي عندها وحد خصية أنها خفيفة بحل الشيء والقهوة ديالها غير محروقة وفيها وحد نكاهات وكذلك يوجد حيوان تستخلص منه القهوة وهو يسمى بالأندونيزية لواك وبالعربية زباد الناخل نعم كيف يتم استخلصه بصورة مقربة؟ هذا الحيوان يتغذى بالحبوب القهوة والتي بدورها تتخمر في الجهاز الهضمي ثم تخرج ديك الحبوب القهوة من البوراز ليتم غسله ويعود استعمله كأغلى وأتمن قهوة في العالم فالعربية المنتوج ديالها في العالم تقريبا 70% والغوبستة 30% وهناك كذلك قهوة ما فيهاش الكافيين تكون طبيعية تكون في ماداكسكار في ماداكسكار وكان تقريبا 50% نوع ديالهاد القهوة بدون كافيين وكان قهوة اللي ينزع منها الكافيين بطريقة استناعية نعم وكيف يتم نزع الكافيين منها؟ نزع الكافيين بطريقة استناعية كان ثلاثة طرق كان طريقة الأولى وهي تستعمل فيها مواد كيميائية خطيرة مثل البنزان مثلا وهو البنزان وشنو وصيد انسولفان أورغانيك توكسيك مضير للصحة كان طريقة تانية بلسيودو سوبر كريتيك يتم نزع الكافيين مع واحد المسحوق مسحوق الفحم كان طريقة تالتة وهي بسيطة تنزع مادة الكافيين بالماء ومسحوق الفحم وهذه الطريقة هي الأحسن والمفضلة ثم بعد ذلك هذلك الكافيين كيحيدوها كيعودوا يبيعوها مرة أخرى نعم دكتورة ما هي مكونات القهوة؟ من بين ومن أبرز مكونات القهوة هي الكافيين الكافيين تحفز جهاز العصابي المركزي ومحفزة لهلمونات القدرية كاتيكولامين لايك وكذلك ديريتيك مع أن تسهل البول وتساعد كذلك على إفراز حمض المعدة يوجد كذلك البوليفينول بالعربية يسمى متعدد الفينولات وهي مضادات الأكسادة مثل الحمض الكلوروجينيك الموجود بالنسبة عالية في القهوة والمسؤول في طعم القهوة المر أو القابض كذلك كان التخبن التخبن هو واحد مركب يوجد في الزيت الموجود في القهوة وهو المسؤول على النكاهات والنكاهات في القهوة كانت تقريبا 800 مقهوة يعني عديدة نعم فمثلا قهوات أرابيكا فيها نكاهات بالنسبة أكثر من غوبوستا ولكن أقل بالنسبة من البوليفينول ثلاث مرات على النسبة لغوبوستا وغوبوستا فيها أقل نسبة من النكاهات ولكن فيها ضعف العدد بالبوليفينول برابور الأرابيكا نعم ودكتورا مادات الكافيين يعني موجودة في القهوة فقط أم هناك مواد أخرى لكن توجد مواد أخرى لفيها الكافيين مثل الشوكولات الشوكولات مثل الشاي مثلا كوب من الشاي فيه بين 14 إلى 70 ميلي جرام أنا أعطيك أمثلة قنينة كولا اللي فيها 355 مليلي لتر يكون فيها الكافيين بين 30 و 50 ميلي جرام القهوة المنزوعة منها الكافيين اللي نهضرنا عليها قبل بدون كافيين تحيي فيها الكافيين بماء كافيين فيها النسبة قليلة فيها الجوج ميلي جرامات والمشروبات التاقية اللي كتاتي التاقة اللي بوصوري نارجيزانت فيهم نسبة عالية تقريبا 180 ميلي جرام نعم دكتورة ما هي فوائد القهوة على الصحة كما قلنا سابقا هو محفز للجهاز العصابي انديوريتي كيساعد التبول وكينقص نسبة الاكتئاب بعشرين بالمئة لهذه بالأبحاث اللي كيشربوا القهوة بين ثلاثة إلى ربعة أكواب في اليوم لأنه يساعد على إفراز نورو ترانسبيتور مهم دي السعادة وتوجد أبحاث علمية أمريكية تقول أن الشرب كيش أكواب أو ثلاثة في اليوم ما يعادل تقريبا بين 870 ميلي جرام دي الكافيين ينقص الضعف الجنسي عند الرجل نسبة 42% وكذلك كانوا يقايا من بعض السرطانات نعم دكتورة هناك من يكون عليهم مفعول فوري وهناك أيضا من يكون عليهم مفعول متأخر بنسبة للمفعول الفوري كيف يكون؟ 70 إلى 75 من الناس اللي يقدر يكون عندهم مفعول فوري في خلال 30 دقيقة لماذا؟ لأنه هذه الكافيين تمتص من طرف الغشاء المخاطر المعيدة أولا ثم النسبة الباقية من طرف الأمعاء بحل لكي يسبق الأمعاء لكي يكون الامتصاص في المعيدة في الغشاء المخاطر المعيدة عاد يكون الأمعاء بعد ذلك وكل إنسان عنده وحد القدرة دي الامتصاص وعلى حساب الأشخاص كيت تختلف كان في الساعة دياله وكان في الساعة فمسيد؟ دونك كان الاختلاف هذا الشي ثم بعد ذلك هذيك الكافييني غادي تمتص غادي تخرج بعد ثلاثة اتجاهات كتمشي إلى الدم كتمشي إلى الكابيت بورادي توكسيفيكاسيون وكتمشي إلى المركز العصبي كتمشي في المركز العصبي مادة الكافيين كتشبه بزاف مادة لادينوزين داكو؟ وهذيك مادة لادينوزين كتكون في المخ وكتعطينا الطاقة دونك لها كافيين بحالة كتبلوكي مادة لادينوزين حيث كيتشابه دونك هذا هو الاختلاف الكاين نعم دكتورة الاكثار من شرب القهوة هل له مضاعفات؟ أكثر من أربعة أكوة من القهوة التي تعادل تقريباً ربعمائة من الجرام كافيين يقدر يؤدي إلى مضاعفات أولاً كان يقدر يعطي عدم احتباس البول أو الانكنتينان سورينا لأنه قلنا أن الكافيين محافظ البول أما واحد معلومة مهمة بزاف وخاطيرة هي بنسبة لمرأة الحامل مخصهاش تشرب أكثر من كوبين ستعديق ميتين ميلي جرام يكون فيهم ميتين ميلي جرام كافيين وكان مواد أخرى لي فيها الكافيين مثل الشاي، مثل الشكلات، داكوة دونك مخصهاش تفوت ميتين ميلي جرام لأنه كان واحد الخاطر كبير أنها تولد قبل من الوقت أو تولد الطفل يكون عنده واحد الوزن ضعيف بزاف ويكون عنده مشكلة في النمو وكذلك ظهور سرطان الدم عند الطفل عندما يصل عمر دياله بين عامين إلى ثلاثة سنوات لا يخليكم، دونك هذا مهم بزاف دونك الأمهات اللي يكونوا حاملات الله يخليكم ما تشربوش القهوة، كتم الكوبين والله سبحانه وتعالى در أنه باش يحمل المرأة بزاف العيلات اللي حاملت ما كيبغيوش القهوة ولا يشموا ريحات ديالها في الوحم نعم شكرا جزيلا دكتور على هذه المعلومات مشاهدين الكرام إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم طبعا إذا كان لديكم أي تساؤلات أو استفسارات مع عليكم سيمو التواصل مع رقم واتساب الظاهر على الشاشة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع